اهلا بكم في المحاضرة دي هنتكلم عن نوع مهم جدا من الفيجوليزايشنز وهو التشورتز عندنا انواع كتير جدا من التشورتز وكل منها ليهي استخدامه نبدأ كده بتشورت بسيطة مثلا هنتكلم عن سيمبل بار تشورت مثلا تكون بالشكل ده لو قلت له مثلا انا عايز اعرف القرات وعدد الاصابة فيها التوتال كيسز تشورت بسيطة جدا بتوضح لي ده عدد الاصابة في كل قارة من القرات يعني مثلا دي نورس امريكا فيها 4 مليون في ايشيا فيها 3 مليون ساوس امريكا فيها 2.9 مليون يوروب وافريكا واستريليا انا لو عايز اغير شكل البار تشورت دي ممكن اعملها كده بقت كولوم تشورت تمام ممكن تعمل بالشكل ده تبقى لاين تشورت ولكن لاين تشورت مش هتعبر لي عن المطلوب ممكن تبقى area short الجزء اللي تحت اللاين بيتظلل ممكن كمان تبقى pie short بالشكل ده ولكن في pie short او اللي بنسميه كمان 100% stacked bar short دي فيها مشكلة ايه هي ان ده بيكون نسبة مئوية يعني مثلا في الشكل اللي موجود قدامنا هلاقي فيه 30% اللي هما الاربع مليون دول في نورث امريكا طب لو انا عامل فيلتر وشلت جزء شلت مثلا نورث امريكا هيتوزع pie short دي على البقين فبالتالي هيديني indication مش رقم صحيح فعلشان كده اكون حذر وانا باستخدم pie short وانا باستخدم 100% stacked chart وانا باستخدم الدونت chart دونت chart هي زي الpie short ولكن الانترفيس بس مختلف ولكن هي نفس الفكرة ان هي بتديني نسبة مئوية من التوتل اكون حذر وانا باستخدم دول لان دي بتديني نسبة مئوية فانا لو عامل دي سلكت او عامل فيلتر على value معينة فهتديني رقم غير صحيح لو راجعنا للشكل الاول اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو ال simple column chart او bar chart وعايز اغير فيه الشكل ده هعمل ايه؟ هروح لل format tab واقدر اغير فيه الشكل زي ما انا معايز ال general الشكل x axis وال y axis الجزء ده مهم ال data colors احيانا بيكون انا مش عايز كله يكون بنفس اللون فهنا فيه default color ولكن اقدر اغير ال color ده اخليه بشكل function بشكل معادلة ازاي؟ اول حاجة انا ممكن هنا اقوله show all واغير ال color زي ما انا عايز يعني اخلي كل column balloon ولكن لو عندي عدد كبير من ال column مش هقدر اغيره واحدة واحدة بس هقدر اخليها بشكل معادلة ازاي؟ بشكل function ادوس على الشكل ده واختر diverging واقوله غيرلي ال color من lowest value لمiddle value لهيست value واختر له اي تلتة الوان انا عايزه بحيث ان يبان قدامي شكل ال variation يعني لو ده قلت له اوكي هلاقي الشكل هنا اتغير باقت كل قيمة بلون مختلف فطبعا ده يديني شكل اوضح للتشورد وطبعا اقدر اغير في title واقدر اغير في data labels يعني مثلا لو data labels هنا قلت له on هيظهر لي هنا الاعداد فوق كل فوق كل column ال title مثلا اقدر اغير فيه اقدر اخليها هنا مثلا total cases اقدر اغير فيه شكل title اقدر اخليه في المنتصف اقدر ازود الفونت اقدر كمان اغير فيه ال plot area لو حبيت اضيف صورة مثلا في ال plot area اقول له add image عايز اغير فيها اقول له revert to default اقدر اغير في background اقدر اغير في borders اقدر اغير فيه شكل التشورد عموما على حسب احتياجي طب لو حبيت اعرض اكتر من value على نفس التشورد يعني مثلا انا عايز اعرض هنا دي total cases واعرض جنبها total this اجمالي عدد الوفيات هعمل ايه هرجع هنا تاني للفيلد واختار مع total cases اقول له اعرض لي معاها total this فهلاقي عند كل دولة عند كل قارة اعرض لي two columns واحد منهم total cases واحد منهم total this نوع تاني من التشورد اقدر استخدمه في تمثيل البيانات النوع ده بيسمى tree map علشان اقدر استخدم tree map الاول بس نخلي فيه مساحة لتري map استخدم tree map ازاي هختار من هنا ده شكل tree map بتعتمد tree map على توضيح البيانات بشكل مستطيلات وبتكون البيانات الاكبر هي الليها مساحة مستطيل اكبر ازاي بنعرض ده نعرضها بشكل مثال مثلا لو قلت له انا عايزك تعرض لي country و total cases عدد الاصابات اللي موجود في كل دولة هل هي تعرضها لي بالشكل ده هو عبارة عن مستطيل كبير و عدد الاصابات هي عبارة عن مساحات المستطيلات الصغيرة يعني مثلا هلاقي امريكا هي اكبر حاجة 8 من 10 الهند 900 ألف روسيا 733 ألف وهكذا الى اخري الفيجوليزيشن ده يعتبر معبر بشكل كبير قوي عن البيانات زي بالظبط لما بستخدم البارت شارت ولكن ده هيعرضها لي بشكل غير معتاد مش زي البارت شارت فبيكون شكل انترفيز بتاعه افضل بكتير زي اي نوع من الاتشارت سقدر تعمل فورمات طبعا لل tree map chart تقدر تغير من data colors تقدر تضيف data labels على سبيل المثال فهتلاقي اتعرض مع كل دولة العدد الاصابات اللي فيها وطبعا تقدر تفورمات data labels تقدر تغير لونها تقدر تغير location بتاعها تقدر تضيف تغير title بتاع التشارت تقدر تغير فيها وتغير في الفورمات بتاعها في البوردرز في اي من الفيتشرز اللي موجودة في tree map chart ده كان بشكل سريع كده اغلب انواع التشارت واكثرهم استخداما وازاي نقدر نغير في الفورمات الخاص باي تشارت من دول شكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله المخاطرة الجاية اشتركوا في القناة